بالتنصيق مبين محافظة القاهرة ومبين وزارة التجارة والتموين مبادرة أسواء اليوم الواحد يوم الجمعة اللي جاية في مدينة نصر هدفها ايه هذه المبادرة؟ طرح زي ما احنا شايفين كده قدامنا السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة إيه الأسعار المناسبة؟ أقل من 20% بمثالتها من السوق طب دي حاجة حلوة جدا ومحتاجين منافذ ومحتاجين الكلام ده كله دكتور علاء ناجي رئيس الشركة القادة للصناعات الغذائية قال إنه هيتم افتتاحه يوم الجمعة اللي جاية ويتم الدفع بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة للسلع بقى الزيت والسكر والرز والمكارونة واللحوم والدواجن والأسماك والألبان والجبنة والخضار والفكة والبيض حلوة قوي والكلام ده خطوة رائعة جدا بس خلوني أبص للطرفين خطوة كويسة من المحافظة وعندي وزارة التموين والكلام ده أنا قلته قبل كده في البرنامج وهقوله تاني وهقوله تالت وهقوله رابع لحد دا ما يتحق عندي شركات المجمعات الاستهلاكية كلها الحكومية التابعة لوزارة التموين اللي هي بيصرف منها لبعض التموين واللي تروح تشتري منها أي ساعة دلوقتي هتلاقيها زي بره يا أم أغلى مش هادي القضيطنا ليه ما يتمش إدارة هذه السلاسل التجارية بأسلوب جديد ويكون بالشراكة مع القطاع الخاص وهي توجهات للسيادة الرئيس من زمان النمساحة وزيادة مساحة القطاع الخاص ودكتور مصطفى مدبول يتكلم فيها ليه المجمعات دي تخشها تلاقي الرفوف فضية هي شوية السلع التموينية والسلع لجنبيها وما فيش طب ما نقدر أعمل المبادرة دي من خلال سلاسل هذه المجمعات المنتشرة من أسوان لحد اسكندرية ومن مطروح لحد العريش وفي قبلي وبحري وكل حاجة وأعمل فيها الكلام ده وتبقى إدارة مشتركة ما بين وزارة التموين وبين القطاع الخاص وعندي بروتوكولات كتير وعندي نظام كتير وعندي كلام كتير يقدر يتطبق في الكلام ده ففكرة اليوم الواحد تعظيم سلام في القاهرة في اسكندرية في أي محافظة حلو ولكن ده مسكن عندي علاج آه عندي علاج أبتدي بقى الوزارة تتحرك في هذا الموضوع وتبقى حاجة كويسة عشان الناس تستفيد وعشان الجاش عيال مكان السوق هيبقى في مدينة نصر عندنا يا جماعة فين في مدينة نصر بالضبط آه عند جامع أرشدان واللي مش عارف يا جماعة جامع أرشدان بتوقع الكرة عارفينه أيوا اللي عند باب استاد القاهرة بس مش الباب اللي على صلاح سالم اللي وراء اللي هو يدخل على المقصورة والأولى فيه هناك جامع أرشدان السوق هيبقى جنبه هناك خطوة حلوة قوي نتمنى أنها تتكرر نتمنى أنها تبقى نستفيد بالسلاسل والمجمعات الاستهلاكية يا جماعة يعني شوية ايه بيقولوا flexibility في المنتاليتي مرونا في التفكير الفروع موجودة والموظفين موجودين والدنيا موجودة ما أخد البضايع ونزلها واضرب الاحتكار واللي عنده حاجة بقى بيحتكرها أو بيستغل الشعب يعني ايه يبتدي أنه هو يلاقي أسعار فغصبر عنه ينزل أسعار ترجمة نانسي قنقر